بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الثامن عشر قال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في هذه الآيات وما بعدها يخاطب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل فينهاهم عن أشياء ويأمرهم بأشياء وبنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن يسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإسرائيل اسم ليعقوب ومعناه عبد الله لأن إسر بلغة بلغة اليهود عبد معناها عبد وإيل معناها الله فإسرائيل أي عبد الله هذا باللغة العبرانية التي هي لغة اليهود وهو اسم ثاني ليعقوب عليه السلام والأنبياء قد يكون لهم أسماء متعددة مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء محمد وأحمد وغير ذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا خاطبهم خاصة لأنهم أهل الكتاب ولا شك أن أهل الكتاب أولى بالإيمان والاتباع والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى أولى من غيرهم لأنهم أهل علم وأهل معرفة بالله عز وجل وبأنبيائه فأولابهم أن يكونوا أول أهل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وكان من اليهود فريق في المدينة مجاورين للأنصار الأوس والخزر لأنهم يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان يعلمون بما عندهم من الكتاب أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيهاجر إلى يثرب التي هي موطن الأوس والخزرج التي سميت سماها الله بما بعد المدينة يتحرون بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام لما رأوا أنه من العرب وأنه لم يكن من بني إسرائيل كفروا به حسدا وعنادا وهم يعلمون أنه رسول الله وجاءوا ينتظرون بعثته كما قال الله سبحانه وتعالى وكانوا من قبل أي اليهود استفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي فنقاتلكم معه استفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين الله سبحانه وتعالى خاطبهم وعاتبهم على تمنعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحق وجاءهم على الأوصاف التي يعرفونها منه عليه الصلاة والسلام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يا بني إسرائيل هذا ندى من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين هم من ذرية إسرائيل ابن عقوب إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم فهم بنوا إسرائيل يقال لهم بنوا إسرائيل وخاطبهم الله في كثير من القرآن في آيات من القرآن بني إسرائيل وأيضا يسمون اليهود يسمون اليهود قيل سموا بذلك أخذا من قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك والهود معناه التوب توبنا إليك وقيل سموا باليهود لأنهم من ذرية يهود ابن عقوب وهو أكبر أولاد عقوب فسموا يهودا لأنهم من ذرية يهود الله أعلم فهم اسمهم الحقيقي بنوا إسرائيل وأيضا اليهود ولكنهم في هذه الأزمنة تهربوا من هذا الاسم اسم اليهود وتهربوا من بني إسرائيل وسموا أنفسهم إسرائيل دولة إسرائيل سموا أنفسهم إسرائيل أو دولة إسرائيل وكذبوا إن إسرائيل عليه السلام بريء منهم وليست دولتهم دولة إسرائيل وإنما هي دولة الكفر فهم تهربوا من اسم اليهود لأن اليهود لعنوا في القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين فهم تهربوا من هذا الاسم الذي قرنت به اللعنة والسخط والغضب من الله سبحانه وتعالى وسموا أنفسهم إسرائيل أو دولة إسرائيل وإسرائيل منهم بريء عليه الصلاة والسلام لأنه نبي من أنبياء الله وهم كفر ولا نسبة بين الكافر وبين النبي بل لا نسبة بين الكافر والمؤمن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي أي النعم فالنعمة هنا المراد بها النعم لأن المضاف لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم نعمتي أي نعمي التي أنعمت عليكم والله خص بني إسرائيل بنعم كثيرة ميزهم بها على غيرهم من عالم زمانهم أولا أنهم أهل كتاب من نعمة الله عليهم أن أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن جاء ومن جاء بعده من الأنبياء هذا من أكبر النعم عليهم وأنزل عليهم التوراة التي هي أعظم كتاب بعد القرآن العظيم وبعث فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا كما قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين جعل فيهم أنبياء وجعل فيهم الملوك الأنبياء في شعب منهم والملوك في شعب آخر منهم لأن بني إسرائيل أسباط أسباط يعني مثل ما عند العرب قبائل الأسباط عند بني إسرائيل مثل القبائل عند العرب فتكون النبوة في سبط يعني في قبيلة منهم وتكون ويكون الملك في سبط آخر يعني في قبيلة أخرى منهم يتوارثون النبوة ويتوارثون الملك خصهم الله بذلك من بين أهل الأرض في وقتهم هذا من أكبر النعم فجعلهم أهل علم وأهل كتاب وأهل معرفة فهم أولى أن يؤمنوا بالله وبرسله وأن يمتثلوا أوامر الله ويتركوا نواهية ومن نعم الله عليهم أنه فجر لهم الحجر ماءً يشربون منه وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصات الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة في الآية الأخرى فانبجست منه اثنتا عشرة عينة على عدد قبائلهم لأنهم 12 سبط أي 12 قبيلة كل قبيلة لها عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا بالأرض مفسدين وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنة والسلوى هذا من نعم الله عليهم أنه ظل لهم بالغمام الذي يظلهم من حر الشمس وأنزل عليهم المن وهو طعام ينزل من السماء طعام ينزل من السماء على هيئة السكر يجدونه على الشجر فإذا أصبحوا وأخذوه والسلوى أنواع طيبة من الطيور المن والسلوى هذا من أكبر النعم عليهم هذه نعم عظيمة يجب عليهم أن يذكروه وختم الله هذه النعم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحق مصدقا لما معهم موافقا لما معهم فيجب عليهم اتباعه والاقتداء به الذين يتبعون الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا من أكبر النعم لو أنهم اتبعوه عليه الصلاة والسلام لحصلوا على هذه الميزات العظيمة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا من أكبر النعم التي أنعمها الله عليهم يجب عليهم أن يذكروها وليس هذا خاصا ببني إسرائيل بل واجب على كل العباد أن يشكروا نعم الله عليهم واجب على بني إسرائيل وعلى غيرهم أن يشكروا نعم الله عليهم وشكر النعم له ثلاثة أركان ركن الأول التحدث بالنعم بنعم الله ظاهرا والثنى على الله بها من لسان الركن الثاني الاعتراف بها باطنا في القلب يعني اعترف أن هذه النعم أنها من الله لا بحوله ولا بقوته والركن الثالث أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله عز وجل فمن اجتمعت فيه هذه الأركان فقد شكر النعمة إذا أثنى على الله بها ظاهرا واعترف بها باطنا وصرفها في طاعة الله عز وجل فقد شكرها أما إذا اختل ركن من هذه الأركان فإنه يكون كافرا بالنعمة فإذا لم يعترف بها بلسانه أو اعترف بها بلسانه ولم يعترف بها بقلبه أو اعترف بها بلسانه وبقلبه لكن صرفها في المعاصي فإنه يكون كافرا لنعمة الله عليه وسيحاسبه الله يوم القيامة على هذه النعم اذكروا نعمتي هذا أمر لبني إسرائيل ولكنه أيضا عام لكل عبد على وجه الأرض أن يذكر نعمة الله عز وجل وأن يتذكرها دائما بلسانه وبقلبه وبأفعاله هذا واجب العبد وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم الله جل وعلا أخذ على العباد عهدا أن يعبدوه وحده لا شريك له هذا عهد الله الذي أخذه على العباد ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فالله أخذ العهد على بني إسرائيل وعلى غيرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم ويتجنب ما حرم الله عليهم هذا هو العهد الذي بين العباد وبين الله عز وجل فإذا وفوا بهذا العهد وفى الله بعهده لهم فالله تعهد تعهد لمن تعهد الله لمن قام بعبادته وحده لا شريك له وفعل ما أمره به وتجنب ما نهاه عنه تعهد الله له بالجنة والنجاة من النار كما جاء في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فمن وفى بعهده مع الله وفى الله بعهده سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله أوفى بعهدكم الجزاء من جنس العمل فمن وفى بعهد الله وفى الله له بعهده وأدخله الجنة ونجاه من النار ومن لم يفي بعهد الله فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه ويحرمه من الجنة أو يعذبه في النار بقدر ما بقدر ما نقص من عهد الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن ينجيه والجزاء من جنس العمل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم بهذا الشر فمن وفى بعهده مع الله وفى الله له بالعهد الذي وعده به تكرما منه سبحانه وتعالى وإيايا فارهبون إيايا أنا مفعول مقدم فارهبون الرهبة هي الخشية والخوف خافون خافون وحدي ولا تخافوا من غيري ولا ترهبوا من غيري فالله جل وعلا هو الذي يخاف على الحقيقة وهو الذي يخشى والرهبة نوع من أنواع العبادة القلبية الرهبة والرغبة والخوف والرجاء توكل والإنابة والاستعانة كل هذه عبادات قلبية فالله هو هو الذي يستحق أن يرهب منه وأن يخاف منه سبحانه وتعالى ولا تخف إلا الله ولا تخشى إلا الله إذا كنت تريد الأمن يوم القيامة فلا تخشى إلا الله ولا تخف إلا من الله عز وجل أما إذا خفت غير الله ورهبت من غير الله هذا شرك أشركت بالله عز وجل اصرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله وهذا هو الشرك فالذي يخاف من صنم أو من قبر أو من جن أو من شياطين أو من إنس يخاف منهم ويخشاهم في الله عز وجل فيترك أمر الله خوفا من الناس من ترك أمر الله خوفا من الناس ألا قد أشرك بالله عز وجل واتخذ هؤلاء شركاء لله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا الناس واخشون الله هو الذي جل وعلا هو الذي يخشى ويخاف ويرهب منه عز وجل لأنه هو الذي بيده بيده الخير وبيده النفع والضر وبيده ملكوت السماوات والأرض فيجب أن تخاف من الله وأن تخشى الله وإذا خفت من الله تركت المعاصي وإذا خشيت ورهبت من الله تركت المعاصي تركت المخالفات والتجمت بالطاعات وإياي فرهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك وأوفوا بعهدي عرفنا العهد الذي أخذه الله وعلى بني إسرائيل خاصة كما في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات النعيم هذا هو العهد الذي عهده الله إليهم وهو العهد الذي قطعه على نفسه سبحانه وتعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا هو عهدهم عند الله سبحانه وتعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل هذه الآية توضح العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل وتوضح العهد الذي عند الله لبني إسرائيل إذا وفوا بعهدهم معه وأوفوا بعهد يوفوا بعهدكم وإيايا فرهبون وإيايا فرهبون لا غيري لأن إيايا فرهبون هذا يفيد الحصر تقديم المعمول يفيد الحصر ولا تلبسوا الحق بالباطئ وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن العظيم التوراة والإنجيل والقرآن كله كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى فيجب الإيمان بجميع الكتب بما أنزلت عام لجميع الكتب والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل فمن آمن ببعضها وكفر ببعضها هو كافر بالجميع آمن بما أنزلت لكن المراد به هنا القرآن لأنه قال مصدقا لما معكم فالقرآن جاء موافقا لما في التوراة موافقا لما في التوراة من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه واتباع أوامره واجتناب نواهيه فالقرآن مصدق للتوراة يعني موافق لها موافق لها فيما جاء به من التوحيد وإفراد الله بالعبادة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر القرآن موافق لما في التوراة وإذا كان موافقا لما في التوراة فكيف يكذبون بالقرآن وأيضا مصدقا لما معكم من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم فإن في التوراة أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقا لما عندهم في التوراة ومصدقا له فلماذا يخالفون محمد صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خالفوا التوراة التي يجعمون أنهم يؤمنون بها وآمنوا بما أنزلت بما أنزلت لاحظوا بما أنزلت يعني ليس القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو منزل من الله سبحانه وتعالى فاتباعكم للقرآن طاعة لله عز وجل لأنه هو الذي أنزل القرآن وليس القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه هذا أمر ولا تكون أول كافر بهذا نهي لا تكون أول الناس ممن يكفر بالقرآن وأنتم تعلمون أنه حق وأنه صدق وأنه مطابق كان الواجب عليكم أن تكونوا أول مؤمن به لأنكم تعرفونه أكثر من غيركم ولكن أنتم عكستم فكفرتم به وبادرتم بالكفر به عن علم ومعرفة ولا تكونوا أول كافر ثم أيضا إذا كنتم أول كافر به اقتدى بكم الناس لأنكم أهل كتاب فصرتم قدوة سيئة ودعاة إلى جهنم تحملون أوزار الناس لأن الناس يقولون هؤلاء أهل كتاب فلو كان محمد من عند الله صدقا لآمن به أهل الكتاب فأنتم لبستم على الناس وأنتم تعرفون أنه حق وأنه صدق فالواجب أن تكونوا قدوة صالحة أن تكونوا أول من يؤمن بالقرآن أما إذا كنتم أول من يكفر به وأنتم تعلمون أنه حق فقد تحملون أوزاركم وأوزار من اقتدى بكم إلى يوم القيامة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هذا نهي آخر قد يمنعهم من اتباع القرآن رياساتهم والأطماع التي يأخذونها من أتباعهم ويخافون إنهم إذا آمنوا بالقرآن أنهم تفوتهم مناصبهم وتفوتهم شهواتهم التي كانوا يأخذونها من الناس صفة أنهم علماء وأنهم أحبار رهبان فإذا فزينت لهم نفوسهم وزين لهم الشيطان أنهم إذا آمنوا بالقرآن فقدوا هذه المناصب والمكانة التي لهم عند الناس هكذا زينت لهم أنفسهم ولكن العكس هو الصحيح لو آمنوا بالقرآن لزادهم الله عزا ولزادهم رفعة ولزادهم رزقا واسعا وجاها عريضا عكس ما تصوروه وتخيلوه فهم آثر الكفر بالرسول والقرآن إبقاء على مناصبهم وباعوا الحق بالباطل واشتروا بآيات الله التي يعرفونها من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم اشتروا بها ثمنا قليلا وهو ما هم عليه من المناصب والجاه والمآكل والمشارب التي منعتهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فعل هذا فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وهذا يشمل كل من هذا يشمل كل من خالف الحق وخالف شرع الله سبحانه وتعالى من أجل طمع من مطامع الدنيا من أجل وظيفة أو من أجل رئاسة أو من أجل منصب أو من أجل ثروة فمن فمن رفض الحق من أجل أن يبقى على ما هو عليه من هذه المطامع فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا والدنيا كلها قليل كل الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتبقوا على الكهر من أجل أن تبقى لكم مناصبكم ومكانتكم عند الناس وجاهكم فإنما عند الله خير وأبقى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون فهذه الآية تشمل كل من آثر الباطل كل من آثر الباطل على الحق من أجل طمع من مطامع الدنيا وتتناول كل من أفتى بفتوى مخالفة للحق وهو يعلم من أجل أن يحصل على مال أو على شيء من مطامع الدنيا أو يحظى بمنزل عند الناس فمن أفتى بفتوى أو ألف كتابا أو كتب مقالة يرضي بها الناس بسخط الله عز وجل ويخالف الحق من أجل أن يحصل على مطمع من مطامع الدنيا فإنه داخل في هذه الآية من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين ما تخاف التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقايا تقيك منه وتقوى الله أن تجعل بينك وبين الله وقايا من طاعته سبحانه وتعالى وترك معاصيه هذه هي التقوى لأنها تقيك من عذاب الله عز وجل فلا يقيك من عذاب الله ولا من غضب الله ما يقيك الجدران ولا الحصول ولا الجنود ولا الثياب ولا الدروع ولا المال ولا أي شيء ما يقيك من عذاب الله إلا العمل بطاعته وترك ما حرم الله عز وجل هذا الذي يقيك من عذاب الله وإيايا فاتقون ولا فاتقوا الناس الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى هو الذي يتقى ويخاف منه سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره وإيايا فاتقون تقون باتباع رسولي واتباع كتابي فلا يقي بني إسرائيل ولا غيرهم من الله إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن الكريم هذا هو الذي يقي الناس جميعا اليهود والنصارى وجميع الناس هو الذي يقيهم من عذاب الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن الكريم ولا شيء غير ذلك يقي من عذاب الله عز وجل وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل اللبس معناه الخلق لا تخلق الحق مع الباطل بل اجعل الحق خالصا ليس معه خلق من الباطل فالذي يخلق بين الحق والباطل هذا قد لبس ولبس على الناس لا يجوز للإنسان أن يخلق بين الحق والباطل لأن بعض الناس يريدون الباطل ولكنهم يجعلون عليه لباسا من من الحق من أجل أن يقبل كثير من دعاة الضلال يريدون الباطل ولكن لا يتوصلون إليه إلا إذا جعلوا معه غطاء من الحق حتى يقول الناس هذا حق أن يدخلون معه الباطل هذا لا يجوز وهذا محادة لله ولرسول والواجب والواجب إخلاص الحق وأن لا يدخل معه باطل أبدا فمن خلط بين الحق والباطل فقد لبس ولبس على نفسه وعلى الناس ولا تلبس الحق بالباطل قال العلماء ومن لبس الحق بالباطل الخلق بين اليهودية والنصرانية والإسلام وهذا ما ينادي به الآن طواغيط البشر ينادون بأن يحصل تحاور بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ويقولون كلها أديان حق وكلها إيمان فلماذا نتعاد نحن إخوان نقول لا لسنا إخوان نحن أعدى في الله عز وجل لا أخوة بين الكفر والإيمان فاليهودية كفر والنصرانية كفر وليس هناك إلا دين الإسلام فقط هو الحق وأما أنه يلبس على الناس وقال كلها أديان صحيحة وكلها أديان كلها أديان سماوية ويجب التحاور مع اليهود والنصارى ويجب المؤاخات بين اليهود والنصارى والتعاون هذه الدعاية باطلة يريدون بها التغطية على الإسلام يريدون بها التغطية على الإسلام وهذا خلط بين الحق والباطل لبس لبس بين الحق والباطل فليس هناك دين بعد بحثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين ينجي من عذاب الله إلا الإسلام ومن بقي على غيره من الأديان فهو كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي دين إن كان فهو كافر عدو لله ولرسول يجب أن يعرف هذا ولا تلبسوا الحق بالباطل تقولون نحن على دين وأنتم على دين وأنت آخا وأنت عايش كما يدعون إليه الآن هذا هو الباطل والعياذ بالله وهذا يراد به القضاء على الإسلام ومساوات بين الإيمان والكهر ومساوات بين الحق والباطل ما هناك دين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام ولا نجاة من عذاب الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع البشر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هذه دعوة باقية إلى يوم القيام أنه لا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار بل اليهود والنصارى إذا امتنعوا من قبول الإسلام فهم أكثر أهل الأرض لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعرفون وغيرهم من الأمم الوثنية لا يعلمون وأما اليهود والنصارى فإنهم تركوا الحق وهم يعلمون وهم يعرفونه والعياذ بالله ولذلك صاروا مغضوبا عليهم نسأل الله العافية الحاصل أنه لا توحيد بين الإسلام وغيره وليس هنا إلا الإسلام فقط ولا نجات إلا بالإسلام لا نجات إلا بالإسلام اليهودية انتهت ببعتة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام النصرانية انتهت وكل الأديان انتهت ولم يبق إلا دين الإسلام وليس هناك رسول يجب اتباعه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا محمد عليه الصلاة والسلام فمن كان يريد الجنة فليتبع هذا الرسول ومن كان يريد النار فليبقى على ما هو عليه من الكفر والظلم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك ولا تلبس الحق بالباطن وتكتم الحق وأنتم تعلمون هذه الآفة الثانية الآفة الأولى التلبيس بين الحق والباط الآفة الثانية التي عند اليهود كتمان الحق كتمان الحق وهو جحود جحوده عدم ظهاره للناس فالعالم إذا كتم الحق دخل في لعنة الله واليهود كتموا الحق حيث قالوا إن محمد عليه الصلاة والسلام ليس رسولا من عند الله أو أنه رسول لكنه للعرب خاصة وليس لعموم الناس هذا كتمان للحق لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأن رسالته عامة لجميع الثقلين يعرفون هذا وتكتم الحق وأنتم تعلمون تعلمون أنه حق لكن ما تبينونه للناس فمن كتم الحق فإن الله قد لعنه قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فلا يجوز للعالم أن يكتم الحق عن الناس بل الواجب على العالم أن يبين الحق للناس وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا كان يريد النجاة لنفسه وإلا فإنه سيلجم يوم القيامة بلجام من نار كما جاء في الحديث ويدخل في لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نسأل الله العافية وتكتم الحق وأنتم تعلمون فكل من عرف شيئا من الحق وجب عليه إظهاره للناس وبيانه للناس ولا يجوز له كتمان الحق والناس بحاجة إليه والناس واقعون في الضلال وهو ساكت ولا يبين للناس هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد فليس الأمر خاصا ببني إسرائيل لكنه عام لبني إسرائيل وغيرهم ثم قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لما نهاهم عن هذه النواهي الخطرة أمرهم بسبيل النجاة وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة الصلاة المراجبها الصلوات الخمسة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام أقيموا الصلاة لم يقل صلوا بل قال أقيموا أقيموا الصلاة لأنه ليس المقصود صورة الصلاة وإنما المقصود حقيقة الصلاة وإقامة الصلاة متى تكون الصلاة قائمة إذا جاء بها الإنسان على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى بأن يصليها كما أمر الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هذه إقامة الصلاة وأن تكون في المواقيت التي حددها الله سبحانه وتعالى وتكون مع الجماعة في المساجد هذه إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وما يستطيع من سننها وأن تكون في المواقيت التي وقتها الله لها وأن تكون في بيوت الله مع الجماعة هذه إقامة الصلاة ومن أعظم إقامة الصلاة الخشوع فيها خشوع بين يدي الله عز وجل والطمأنينة فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي الآية الآتية وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على الخاشعين فالخشوع هو روح الصلاة هو روح الصلاة فصلاة بلا خشوع كجسد بلا حياة وبلا روح أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل والزكاة الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي عبادة مالية الصلاة عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية تجب الزكاة في الأموال في أربعة أنواع من الأموال في النقود في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود الورقية وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وفي الخارج من الأرض من الزروع والثمار وفي العروب وهي السلع التي تعد للبيع والشراء طلبا للربح لثمنها هذه الأموال الزكاوية والزكاة تجب سنويا إذا تم الحول على المال وقد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة إلا المعشرات وهي الحبوب والثمار فإنها تزكى عند حصادها ولو لم يتم لها حول قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة حق في الأموال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فكما يحافظ الإنسان على الصلاة يجب عليه أن يحافظ على أداء الزكاة في ماله إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين هذا فيه وجوب صلاة الجماعة هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة لأن الله قال اركعوا مع الراكعين ولم يقل اركعوا فقط قال مع الراكعين أي صلوا مع المصلين وذلك هو صلاة الجماعة والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار لولا ما فيها من النساء والذرية نحرقها عليهم وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ولو حبوا لأتوهما ولو حبوا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذه حالة الصحابة مع صلاة الجماعة أما المنافقون فإنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذه صفة المنافق اركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين لماذا خص الركوع الركوع ركن من أركان الصلاة فلماذا خصه لأهميته الركوع خضوع لله عز وجل ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى لا يجوز الركوع لمخلوق وإنما الركوع والانحناء لله عز وجل واركعوا مع الراكعين وقيل إنه نص على الركوع لأن اليهود كانوا لا يركعون في صلاتهم كانوا يصلون صلاتهم لكن لا يركعون فيهم فأمرهم الله بأن يركعوا لأن الركوع ركن عظيم من أركان الصلاة واركعوا مع الراكعين فاسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة الحق والعمل به وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عشر بيها ورسلم الشيخ جزاكم الله وخير على بسم الله أخير الجزاء رب العصود بسم الله إمرأة قامت برش المبيد الحشري داخل مخزن بالبيت وذلك لقتل السراصير والحشرات وكان بداخل المخزن قطة وكانت تعلم بوجودها ولكن غفت عن ذلك ظلها أنها قطة لا تأثر بالمبيد نعم ظل أنها قطة لا تأثر بالمبيد أنها أنها لا تأثر بالمبيد لا تتأثر وفي اليوم الثالي وجد أن القطة قد ماتت فماذا عليها أخطأت في هذا كان الواجب عليها أنها أخرجت القطة من المكان كان الواجب عليها أنها أخرجت القطة من المكان لكنها أخطأت فيه وقصرت فلا تعود لمثل هذا الشيء لا تعود لمثل هذا الشيء ولا شيء عليها لأنها لم تتعمد ولكن لا تعود لمثل هذا الشيء نعم هناك من يقول أن الميت لا يصيبه العذاب في جسده الذي خرجت منه الروح لأن مصيره إلى التحلل لكن روحه بعد الممات تسكن في جسد آخر غير مريء يخضى لقوانين حياة الغزة مسدل من قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن من المسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأخرى فلو يتذكروا الأولى نكاتل نعم هذا إلحاد والعياذ بالله الذي يقول أن العذاب عذاب القبر عذاب النار إنما هو على الروح فقط وليس على الجسم هذا إلحاد العذاب يكون على الروح وعلى الجسم معا ولو صار الجسم ترابا فإن الله قادر على أن يوصل إليه العذاب وهو تراب وأن يتألم الميت من ذلك وهو تراب الله قادر على ذلك لكن هذا جاهل أو ملحد والعياذ بالله وأشد من هذا قوله بالتناسخ لأنه يقول أن روحه يصير في جسد آخر هذا القول بالتناسخ وهذا قول هذا قول أهل الكفر والإلحاد الذين يقولون بالتناسخ ويجحدون البعث والنشور القول بالتناسخ هذا إنكار للبعث وإنكار للنشور بل يقولون هذه الأرواح تخرج من جسم وتدخل بجسم وهكذا وليس هناك بعث ولا نشور نسأل الله العادي فهذا قول كفر وإلحاد نسأل الله العادي من يقتر به عليه أن يتوب إلى الله ويحذر من هذا القول ومن من يروجه نعم فأما قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون الله جل وعلا قادر على كل شيء ما هو معناه أنه يجعل روحه في بدن آخر وإنما يوم القيامة يعاد جسمه الذي تحلل وصار تراب يعاد كما كان يعاد كما كان ثم تنفخ ينفخ إسرافيل القرن الذي فيه الأرواح فتتطائر الأرواح إلى أجسادها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يعني مات الكل الجميع إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى هذه الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله جل وعلا يعيد أجسامهم التي فنيت وتحللت يعيدها كما كانت لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى نعم ثاني يقول راتي محول إلى البنك الأهلي وأردت شراء سيارة فقال منذب البنك اذهب إلى المصرف واختار السيارة التي تريدها وذهبت إلى المصرف وحصلت على السيارة التي أريدها وقال المصرف السيارة بقيمة سبع سبعين ألف ويأخذ البنك ثلاثة آلاف وخمسمائة خمسة وسبعين وتقصدها عليك يفرض السيارة هل هذه السيارة جايز أخذها أمداء هذا بيع باطل لأن البنك ما عنده سيارات وإنما يروح الزبون هو اللي يشري السيارة والبنك سلم القيمة عنه للبنك ثم يستردها من المشتري أقصاطا بزيادة فهذا فيه فيه محرمان ومحذوران المحذور الأول إن البنك ما باع شيئا لا يملكه قبل أن يملكه المحذور الثاني وهو الربا والعياذ بالله لأنه استرد هذا المبلغ الذي أقرضه للزبون حقيقة قرض ما هو بيع قرض استرده بزيادة وهذا هو الربا الواجب تجنب هذا العمل ولا تشري سيارة إلا من إنسان عنده سيارات تروح الإنسان عنده سيارة أو سيارات في ملكه وحوزته وتشتري منه حاضرا أو مؤجلا ما حكم لبس الخاتم من الحديد مكروه الخاتم من الحديد جائز لكنه مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ولو خاتم من حديد جل على جوازه لكنه مكروه أنه جاء ورد أنه حلية أهل النار فهو مكروه ما حكم ذبح الإبل التي عمرها سنتين لفدة الدم المتعدة في الحج ما يجزي من الإبل في الفدية إلا ما تم له خمس سنين أما ما له سنتان أو ثلاث سنين أو أربع سنين من الإبل فهذا لا يجزي نعم أنا معلم منذ تخرجي وأنا أعمل مصلي في مكة وصليت ولدي أخوان في مدينة الطائب فعمل لي طلب النقل وضح القراءة شوي خط الله فهل لي طلب النقل من مكة إلى الطائب أشكرا يقول أنا معلما منذ تخرجي وأنا أعمل مصلي في مكة يعني إمام إخصد ذلك يعني إمام يطلب النقل إلى الطائب حيث أهله من ربه لا يطلب النقل يطلب النقل للطائب سواء صار إمام بالطائف ونقلت وظيفة الإمامة للطائف أو ما نقلت الأمر واسع في هذا نعم